ابتدي مع حضراتكم أولى أخبارنا وزيارة سيد الرئيس الهامة جدا اليوم إلى سلطانة عمان يعني زيارة سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي سلطانة عمان اليوم وهذه الزيارة كانت في قصر العلم في سلطانة عمان في مصقط وده كان مع جلالة السلطان هيسم بن طارق آل سعيد سلطان عمان وقيمت لسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مراسم الاستقبال الرسمي الرئيس السيسي وجلالة السلطان هيسم بن طارق عقدوا جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين ورحب السلطان هيسم بن طارق بسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في سلطانة عمان وأشاد بالروابط الأخوية الوفيقة والتاريخية اللي بتجمع بين البلدين وأعرب عن تقديره للجهود المصرية الداعمة للشأن العماني على كافة الأصعيدة وكمان الإسهام من جهة الجالية المصرية في عملية البناء والتنمية بعمان في مختلف المجالات أيضا جاء التأكيد على حرص عمان على تعزيز أطر التعاون الثنائي الراصخ مع مصر في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة من خلال زيادة الاستثمارات العمانية في مصر واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بها من جانبه أيضا شكر سيد رئيس أخيه جلالة السلطان العماني على حسن الاستقبال وكرم الضيافة مؤكدا سيادة رئيس اعتزاز مصر بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين إلى جانب الحرص على تعزيز وتنويع أطر التعاون الثنائي المشترك واستطلاع آليات دفعها إلى أفاق أرحب في شتى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية أيضا ثمن سيد رئيس عبد الفتاح السيسي مستوى التنصيق القائم ووحدة الرؤى بين البلدين الشقيقين حول القضايا ذات الاهتمام المتبادل إلى جانب التوافق العماني المصري إذا كافة القضايا الإقليمية والدولية طبعا يعني القاهرة الفترة اللي فاتت هي مركز ليمكن الكثير من الزيارات العربية واللقاءات العربية اشتركوا في القناة